السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة والبداية بأبرز العنوي من أخبارنا المنوعة نخيل حضر موت لا تجود بالتمر ومن بي بي سي فيروس كورونا متى سيتوفر لدينا عقار لعلاجه ومن أخبارنا المنوعة علماء الفلك يفقدون كوكبا اكتشفوه قبل أربعين عاما قبل قدوم رمضان من كل عام تبدأ أسعار التمور بالارتفاع حتى تصل إلى ذروتها في اليوم الأول منه الأمر الذي يعجز معه الكثير من الناس عن شهرائه ووصل سعر الكيلو الواحد من التمر إلى ألف ومائتي ريال بزيادة ثلاثمائة ريال عن الأول من شهر شعبان ويتم استيراد التمور من الخارج رغم وجود أشجار النخيل بكثرة في اليمن ويعنون موقع الشاهد نت نخيل حضر موت لا تجود بالتمر وقال الموقع أن سبب استمرار اليمن باستيراد التمر من الخارج هو نتيجة لعدم الاهتمام بشجرة النخيل في اليمن وإهمال المزروع من وعلى الرغم من وجود مزارع للنخيل في وادي حضر موت شرق اليمن إلا أن أجره تتعرض لتهديدات مرضية وتدخلات بشرية وضعتها في قائمة الحضر أو الخطر عفواً الشديد دونما مجيب لنداءات بحمايتها تكبد عدد من المزارعين في حضر موت الوادي هذا العام خسائر كبيرة نتيجة تعرض النخيل لحشرة سوس النخيل الحمراء التي تؤدي إلى يباسها وموتها تماماً واشتكى عدد من المزارعين للشاهد نت أن المئات من أشجار النخيل انتهت بسبب حشرة سوس النخيل الحمراء وأنهم عاجزون عن مكافحة هذه الحشرة التي تهدد بالقضاء على كافة أشجار النخيل في مديريات حضر موت الوادي انتشار كثير من الآفات التي لم تتم مكافحتها بشكل مدروس وجيد أدى إلى موت وضعف نمو كثير من أشجار النخيل بالإضافة إلى نقص وارد الإنتاج أو عفوا نقص ورداء في الإنتاج مدير عام مكتب الزراعة في وادي حضر موت باموسى أوضح أن سبب انتشار حشرة السوس في بعض المزارع بوادي حضر موت هو قيام بعض المزارعين بتهريب فسائل النخيل من دول مجاورة تحمل الحشرة وأشار إلى أن مشروع مكافحة الحشرة توقف نتيجة اندلاع الحرب في اليمن وأدى ذلك إلى انتقال الحشرة في مزارع النخيل جديداً تابعت العديد من المواقع المحلية البرامج التي تعرضها قناة بلقيس ونطالع من موقع المصدر أونلاين والذي عنوانا في صفحة رئيسية برنامج حيث الإنسان على قناة بلقيس نموذج لعلاقة جديدة بين العمل الإنساني والإعلام وقال الموقع أن قناة بلقيس تعرض خلال شهر رمضان هذا العام النسخة الثانية من برنامجها التفاعل حيث الإنسان الذي يهتم بتقديم العون للفئات الأكثر تضرراً من الحرب في اليمن موقع عدن الغد بدوره عنوانا حيث الإنسان اثنين برنامج ميداني إنساني على قناة بلقيس خلال شهر رمضان ونشر الموقع تصريحات للمدير التنفيذي لمؤسسة توكل كرمان مسك الجنيد والتي قالت إن عرض الجزء الثاني لبرنامج حيث الإنسان طيلة شهر رمضان يقدم العون للفئات الأكثر تضرراً من الحرب من خلال التمكين الاقتصادي والتنموي والوصول للخدمات الضرورية من جانبها قالت هناء صالح مدير شركة بلقيس ميديا الشركة المنفدة ومديرة برنامج حيث الإنسان إن البرنامج يسادف النازحين والفقراء المعدمين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وأوضحت أن البرنامج يركز بشكل أكبر على النساء حيث تصل فرصة المرأة في البرنامج هذا العام إلى 80% خرج يحيى الجبيحي من معتقى الميليشي الحوثي تاركاً خلفه أحد أبنائه الذين ما زال معتقلاً حتى اليوم منذ سنوات وقد كتب الصحفي يحيى الجبيحي رسالة إلى ابنه جاء في مقتطفات منها إلى زميل الزنزان العزيز حمزة رعاك الله ورفاقك هذا هو رمضان الرابع الذي تصومه وأنت في زنزانتك أعرف جيداً أنك لا زلت بنفس السجن الذي جمعنا وشقيقك ذيزاً لكنني لا أعرف هل لا زلت بنفس الزنزان التي جمعتنا معاً مع زملاء أعزاء بعضهم خرجوا أو أخرجوا بتوفيق الله ثم بشراكة بعض قبائلهم بمعاناة وطنهم وبعضهم لا يزال يتجرع نفس مرارتك إما بنفس زنزانتك أو بزنازين وسجون أخرى والقاسم المشترك بينكم هي معاناة ومآسي موحدة اعذرني عزيز حمزة فقد فارقتك كما تعرف عند البوابة الداخلية للسجن بغر يوم الأحد الرابع والعشرين من سبتمبر 2017 بعد أن أكدوا وتعهدوا أنك ستخرج بعد 24 ساعة من خروجي وأن سبب تأخيرك إنما يرجع إلى إجراءات تختلف عن إجراءات خروجي ورغم عدم تصديقك وفرحتك بخروجي دون خروجك إلا أنني مع ذلك صدقت ما قالوا ظنا مني أن من وعدوا وتعهدوا حسبتهم رجالا فها هي الأربع والعشرون ساعة تصبح قرابة ثلاث سنوات مضافا إليها سنة وشهران قبلها مع أنني كنت أتوقع وجود من استعنت بهم بعد خروجي لأجل خروجك قادرين على إخراجك لكنهم ظهروا غثاء كغثاء السيل وهكذا ظللت منذ فراقك وحتى اليوم مسجونا تباعا لسجنك وهذا هو هدف السجانين لك وحينما أتواصل مع ابنتك حفيدتي بيان التي فارقتها وهي في سنتها الثانية تسألني بإلحاح متى سيخرج بابا فأحاول التهرب من الرد وإشغالها بتساؤلات تخصها لكنها تكرر السؤال وأكرر التهرب وما ذلك إلا لأنني لا أعرف ولا أرغب أن أقول لها أني لا أعرف تظاهر مئات المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن في عدد من مديريات المدينة احتجاجا على ترد الأوضاع والخدمات وغياب المتطلبات الأساسية للحياة وعنونا الصحوة نت مظاهرة في عدن احتجاجا على ترد الأوضاع ومطالبة بتوفير الخدمات ومعالجة أضرار السيول وبحسب مراسل الصحوة نت فقد تظاهر المئات من المواطنين في مديريتي المنصورة والمعلة وقاموا بقطع عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة وخلال المظاهرات طلب المحتجون بتحسين الأوضاع المعيشية في المدينة وعلى رأسها خدمات الكهرباء والمياه بعد ترد أوضاعها ومعالجة أضرار الأمطار والسيول التي شهدتها المدينة قبل أيام ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة المؤقتة عدن انقطاعا تاما للتيار الكهربائي استمر لأكثر من أربعة أيام بأعبار وحجج واهية في ظل أجواء حارة ورطوبة مرتفعة تشهد المدينة التي تخضع لسيطرة ميليشيات المجلس الانتقالي وأقدم الانتقال على منع الحكومة من العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن لمواجهة الآثار الكارثية للسيول التي طالت العاصمة المؤقتة والخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة ربضارة نافعة تحت هذا العنوان كتب دكتور عبد العزيز المقالح مقاله الذي تنشر بالقيس جزءا منه بمرور الأيام يثبت الواقع أنه حتى هذا الوباء الكاسح المسمى كورونا لا يخلو من فائدة ماء ومن فوائده أن العالم اكتشف أخيرا أنه واحد وأنه قادر على الوقوف في وجه كل طارئ ويمكن ملاحظة ذلك ابتداء من بكين إلى واشنطن صحيح أن هناك خلافات عدة اقتصادية واجتماعية وتاريخية إلا أن هذه الخلافات لم تمنع ولن تمنع العالم من الموقف الواحد تجاه كورونا وما يشيعه في أجواء العالم من قلق وخوف ومن هنا ندرك أن كل ظارة لا تخلو من فائدة وفي تمدد هذا الوباء توحدت أهداف الشعوب من أقصى الصين إلى أقصى مكان في الولايات المتحدة والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل كان من الضروري أن يجد العالم نفسه محاصرا بهذا الوباء لكي تكتشف الشعوب قدرتها على التحدي ربما كان الجواب بالإيجاب صحيحا فقد بدى العالم من مختلف الأماكن واحدا وقادرا على مواجهات كل خطر قد تتعرض له هذه الأرض التي صارت في الأيام الأخيرة عرضة لأشكال عدة من الأوبئة والثابت حتى الآن أن الإنسان سواء كان شرقيا أو غربيا ينتمي إلى العالم المتقدم أو لا يزال يزحف في واقعه المتخلف قد اكتشف أهمية الترابط العالمي ومواجهة الأخطار المحتقى بهذا الكوكب الذي دخل فصلا جديدا من فصول المقاومة وتحمل واجباته قبل أن تعصف به المخاطر وتدمر ما بقى سليما فيه صحيفة العربي الجديد تحدثت عن طلاب يمنيين في روسيا أصيبوا بفيروس كورونا وعنوانة الصحيفة الطلاب اليمنيون في موسكو ثلاثة أو ثلاث صابات بكورونا ومناشدات بسرعة صرف مستحقاتهم وطالب مبتعث اليمن لدراسة في روسيا سفارة بلادهم في موسكو بالضغط على الحكومة الروسية لعلاج المصابين بفيروس كورونا من بينهم كما طالبوا بضرورة دفع مستحقاتهم المالية المتأخرة ليتمكنوا من دفع مصارفهم الدراسية وقال أحد الطلاب اليمنيين في الجامعة الروسية لصداقة بين الشعوب في موسكو وعدد آخر من زملائه خضعوا للفحص قبل أيام وتأكدت إصابتهم بفيروس كورونا وضف نحن في عزل صحي وتتم مراقبتنا ولسنا في حاجة لأدوية وإذا ما تدهورت حالتنا الصحية سيتم نقلنا إلى المستشفى كما حدث مع أحد زملائنا وأوضح مهيوب للعربي الجديد كل ما نريده من السفارة حاليا هو الضغط على الجانب الروسي لمتابعتنا بشكل جيد لا سيما بعد تدهور صحة زميلنا الذي تم نقله إلى المستشفى للعلاج وقد أخبرنا أنه أو أن الوضع في المستشفى سيء للغاية وأفاد طالب أن إجملي عدد الطلب اليمنيين في سكن الجامعة خمسة وستين طالبا وقل منهم استطاعوا المغادرة لسكن في شقق خارجية تابعت الصحافة الفرنسية الإعلان عن وقف إطلاق النار من طرف واحد وعنونت صحيفة أكتو أورانج الفرنسية اليمن التحالف يمدد وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة شهر وقالت الصحيفة أن تحالف العسكري بقيادة الرياض الذي يدعم الحكومة ضد المتمردين في اليمن قرر تمديد هدنة من جانب واحد لمدة شهر للسماح لهذا البلد الذي مزقته الحرب لإحتواء جائحة كورونا وقال تقرير الصحيفة الذي ترجم لصالح قناة بالقس إن الهدنة من جانب واحد التي أعلنت أو أعلنت في الثامن من إبريل لمدة أسبوعين لم تمنع المزيد من القتال على الأرض بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران الذين رفضوا وقف إطلاق النار وعن كورونا في اليمن قالت الصحيفة سجلت اليمن رسميا حالة واحدة فقط من فيروس كوفيد 19 لكن وكالات الإغاثة تخشى من وقوع كارثة إذا انتشر الفيروس في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية وتوظيف الصحيفة الفرنسية واجهت البلاد في الأيام الأخيرة الفيضانات التي خلفت العديد من القتلى وجعلت المنظمات الحكومية تخشى انتشار هذه الأمراض النظام الدولي بعد كوفيد 19 تحت هذا العنوان كتب الرئيس والمدير التنفيذي السابق لمجموعة الأزمات الدولية روبرت مالي مقاله المنشور في صحيفة الغد مضيفا يبدو أن الوباء يتطلب بذل جهود جماعية أكبر لحل النزاعات الموميتة وليس فقط لمساعدة السكان المحليين الضعفاء إذ بسبب الضغط الاجتماعي والاقتصادي الإضافي الذي أحدثه الوباء يمكن أن تؤدي النزاعات الحالية داخل الدول أو بينها إلى مزيد من فقدان السلطة الحكومية أو حتى إلى انهيار الدولة في البلدان القريبة بالفعل من نقطة الانهيار وبعيدا عن التكاليف البشرية الواضحة سيؤدي هذا إلى إنشاء بؤر جديدة ومتنامية حيث يمكن أن ينتشر كوفيد 19 دون رادعة هناك منطق اقتصادي واضح لمتابعة التعاون الدولي إذ من خلال مساعدة البلدان الأكثر تضررا يمكن لجميع البلدان تخفيف الضربة التي ستواجهها بسبب الانهيار العالمي الذي يلوح في الأفق ومع ذلك فإن الوباء يقوي أيضا سحب وجهة النظر المتنافسة إذ تميل الأزمات إلى تكثيف الاتجاهات الموجودة مسبقا وتسريعها خاصة الأزمات الشديدة إذ تزامنت جائحة كورونا مع فترة المقاومة الشعبية والمعادية للعولمة والنظام الدولي بعد الحرب تعززه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها ولأسباب جالية يقول بانتقدون نظام الاقتصادي العالمي الذي نشأ بعد نهاية الحرب الباردة أن هذا الأخير أفاد القلة على حساب الكثيرين أي مطالبة أمريكية متبقية بالقيادة العالمية ستكون قد تضررت بسبب سوء إدارة ترامب للوباء والشعور بأنها لم تكن قادرة على رعاية نفسها ناهيك عن الآخرين وفكرة أنها انسحبت لتركز على نفسها في وقت الصعوبات وقد تدقدم الصين مدعومة بمظاهرياتها السخية والتي تظهر بصيرة إيجابية على الإعلام في ذروة الأزمة لملء فراغ القيادة ولكنها قد تجد نفسها تنقو تحت ثقل تعاملها الفاشل مع تفش المرض والتداعيات السياسية المحلية لانكماش اقتصادي عميق توفي أكثر من 150 ألف شخص جراء الإصابة بمرض كوفيت 19 ولا توجد حتى الآن أدوية ثبتة أو تثبت فعاليتها لمساعدة الأطباء في علاج هذا المرض فما مدى اقترابنا من الوصول إلى إنتاج مثل هذه الأدوية التي ستنقذ حياة الألاف من المشر تعنون شبكة البي بي سي ويروس كورونا متى سيتوفر لدينا عقار لعلاجه وتقول البي بي سي تجرى بحوث في مختلف أنحاء العالم على أكثر من 150 عقار مقترحاً معظمها أدوية موجودة سابقاً وتجرب حالياً لمكافحة الفيروس ووفقاً للموقع يحاول العديد من مراكز الأبحاث حول العالم استخدام بلازمة دماء المتعافين من هذا الفيروس كعلاج حيث تتشكل لدى الأشخاص الذين تعافوا من كوفيت 19 أجسام مضادة في الدم يمكنها مهاجمة الفيروس والفكرة هنا هي أنه يتم نقل بلازمة الدم الجزء الذي يحتوي على الأجسام المضادة من المتعافين من المرض إلى المصابين به وعالجت الولايات المتحدة فعلياً 500 مريض بما يعرف بلازمة الشفاء لكن يبقى السؤال الأهم كيف يعالج الأطباء المرضى الآن إذا تعرضت للإصابة بفيروس كورونا فستكون على الأغلب إصابة طفيفة كما هي الحالة بالنسبة لمعظم الناس ويمكن علاجها في المنزل بحبوب البرسامول وشرب الكثير من السوائل والراحة على الفراش لكن بعض الناس يحتاجون إلى علاج مكثف في المشفى والذي يتضمن تزويدهم بالأكسوجين عبر جهاز التنفس الإصطناعي أثار اختفاء كوكب خارج المجموعة الشمسية على نحو المفاجئ حيرة علماء الفلك قبل ستة أعوام لأن فريقاً بحثياً تمكن من معرفة سبب اختفائه من شاشة التليسكوب فكانت المفاجأة وعنون موقع الدي داباليو الألماني علماء الفلك يفكون شفرة الإختفاء المفاجئ لفم الحوت كان اكتشاف كوكب فم الحوت بها منتصف العقد الماضي اكتشافاً مهماً فقد كان أول كوكب خارج المجموعة الشمسية يمكن رؤيته فقد كان علماء الفلك من قبل يخمنون بوجود كواكب خارجية دون رؤيتها وإنما بدراستها بطريقة غير مباشرة أما فم الحوت بها فكان الكوكب الأول خارج المجموعة الشمسية الذي تابعته عدسات تليسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة ناسا الأمريكية على مدار عدة سنوات إلا أنه سرعان ما تبين أن هذا الكوكب الجديد الذي يبعد 25 سنة ضوئية عن الأرض يتصف بخصائص غير عادية عن الكواكب المعروفة لاحظ العلماء أن الكوكب يمكن رؤيته في الضوء وهو الأمر الغريب حيث أن الكوكب خارج المجموعة الشمسية من المفترض ألا يكون كبيراً بالقدر الذي يمكن فيه رؤيته بسهولة حاول العلماء التأكد من حقيقة الكوكب بعد هذه الاكتشافات غير المعهودة لتأتي المفاجأة في النهاية أنه لم يكن كوكباً من الأساس ففي صور التقطها تليكسوف هابل الفضائي في 2014 كان الكوكب قد اختفى تماماً لخص العلماء إلى أن الكوكب المزعوم كان في الحقيقة سحابة كبيرة من الغبار نتيجة عن استدام جسمين جريديين منذ فترة طويلة وبدأت السحابة في التمدد تدريجياً حتى لم يصبح بالإمكان رؤيتها صحيفة الجارديان البريطانية تواصل تقتيتها للأحداث ومظاهر الحياة حول العالم من خلال الصور التي تجمعها من أنحاء متفرقة نتابع عدد منها في جولتنا المصورة اشتركوا في القناة وإلى عدد من الصور والرسومة الكاريكاتورية التي نشرتها الصحف والمواقع نتابع في آخر جولة من حلقة اليوم بهذا نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة من برنامج كوشك الصحافة وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل سقر الصنيدي وهي أيضاً من جميع فرات طاقم العمل حتى الملتقى في أمان الله ورعاية